خدمة للدعاية الإعلامية الروسية هكذا وصفت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية أوكسانا بوكالتشوك تقرير المنظمة الأخير والذي قالت فيه إن القوات المسلحة الأوكرانية تعرض المدنيين للخطر والذي على إثره استقالت بوكالتشوك من منصبها في بيان على صفحتها على فيسبوك أعلنت رئيسة فرع المنظمة استقالتها قائلة إن ذلك في سبيل مصلحة الوطن منظمة العفو الدولية كانت قد نشرت تقريرها يوم الخميس تتهم فيه الجيش الأوكراني بنشر بنى عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان ونشر قواعد عسكرية في مدارس ومستشفيات ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي كما بيّنت المنظمة معكدة في ذات الوقت أن هذه التصرفات لا تبرر الهجمات الروسية العشوائية على المدنيين الأوكران التقرير أثار غضب كييف ليصرح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن المنظمة تحاول التسامح مع روسيا وأن التقرير يساوي بين الضحية والمعتدي على حد وصفه وعلقت وزارة الخارجية الروسية على تقرير المنظمة قائلة إنه يؤكد ما تصرحه موسكو حول الصراع مع كييف وإن أوكرانيا تستخدم المدنيين كدروع منظمة العفو الدولية تمسكت بتقريرها قائلة إنها اعتمادت على الأدلة والتحقيق المكثف وإنها تواصلت مع مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية للتعليق على نتائج التقرير غير أنها لم تتلقى رداً على ذلك اشتركوا في القناة